سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بجولة تفقدية في عدد من المدارس للاطلاع على جاهزيتها تزامنا مع عودة جميع الطلب المدار إلى المدارس الحكومية إلى مقاعد الدراسة وذلك بعد إنهاء كافة الاستعدادات المطلوبة لاستقبالهم عبر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم عن خالص الشكر والتقدير والامتناء لجلالة الملك المفدى لما تفضل به بمناسبة العام الدراسي الجديد من معاني التقدير والاهتمام بالمسيرة التعليمية المباركة تأكيدا لما يحظى به التعليم بكافة مراحله الدراسية من رعاية موصولة من جلالته مشيرا إلى أنه وبفضل الدعم المستمر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فقد سخرت وزارة التربية والتعليم كافة الإمكانيات في سبيل تشغيل العام الدراسي الجديد بالصورة المرجوة لا سيما التأكد من جهوزية المدارس من جميع النواحي مبينا أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزم من البرامج والمبادرات المنبثقة عن الهيكلة الجديدة وبتوجيه ومتابعة من المجلس الأعلى لتطوير التعليم وتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في البداية كل عام وأنتم بخير جميعا اليوم الله الحمد كان هناك انتظام متميز حق العودة المدرسية كما يعلم الجميع أن هناك أكثر من 55% من أولياء الأمور أبدوا رقبتهم لحضور أبنائهم وبالتالي حضور الطلاب والطالبات إلى مدارسنا تم التعامل معه وفق الإشارة الضوئية التي نلتزم بها من ناحية الصحية هذه الأعداد تم توزيعها بشكل يتناسب مع الإجراءات الاحترازية بما فيها أيضا التباعد المطلوب وتم توزيع أيضا الطلبة على أيام معينة حتى نضمن النسبة التي مفروض أن نلتزم فيها من حيث التباعد كنت في أكثر من موقع وجدت أن هناك حضور وجدت فرحة عند الطلبة نحن وزارة التربية والتعليم يعني والله الحمد الشكر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لإهتمامه بالمسيرة التعليمية ويكفي تصريح جلالته الكريم كان له دور كبير جدا لدى متسبي الوزارة وأيضا الطلبة هو أولياء أمورهم وهذا الأمر ليس بالغريب على جلالته فكلمة التي تفضل بها في عابدات الجائحة شكلت دافعا كبيرا وروحا من الحماس لمزيد من العطاء هذا وقام سعادة الوزير بزيارة لعدد من المدارس التقى خلالها بعدد من الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية حيث هنأهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وحث الجميع على مواصلة الجهود في هذا العام الدراسي مع الأخذ بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم طبعا اخترنا الحضور الفعلي واليوم الولد حضر إلى المدرسة ما شاء الله كان الاستقبال جدا ممتاز بدءا من بوابة المدرسة إلى إجراءات الفحص إلى التوجه إلى الصفوف أحب المدرسة واحد وحب أروحها كل يوم وحب ألعب مع ربعي أحب المدرسة عشان أشوف أصدقائي وأتعلم حين أوني في المدرسة عشان أدرس أشوف أصدقائي وهي عشان أتعلم يا صديقاتي والدرسوية ومدرسوية معلمتي أنا أحب الدقائي والمدرسة ومعلمات يومين جاي مدرسة حين توقف صديقاتي ومعجماتي واستقائي وتعلم كما قام الوزير بجولة تفقدية اطمئن خلالها على استعدادات المدارس لاستقبال الطلبة قبيل بدء اليوم الدراسي وحتى نهايته والتي شملت الترتيب الدقيق لعودة الطلبة حضورا إضافة إلى تفعيل خطة مدروسة للتعلم عن بعد إذ تم تقسيم الطلبة الذين سيحضرون في الصفوف وفق المعايير المعتمدة المراعية للتباعد الاجتماعي مع تقديم الدروس لهم بالحضور الفعلي للمعلمين فضلا عن إعداد الجداول للدروس الافتراضية وتفعيل مراكز البث الافتراضي المدرسية الداخلية لتقديم الحصص المباشرة عن بعد وإثراء البوابة التعليمية بالمزيد من إنتاج المعلمين من الدروس والأنشطة والإثراءات الرقمية مطمئنا على تجهيز الكتب المدرسية لتوزيعها على الطلبة وفق آلية تراعي الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع فرق الصحة المدرسية إلى جانب استعداد مكاتب الإرشاد الأكاديمي والاجتماعي لاستقبال الطلبة ومتابعة شؤونهم الأكاديمية والاجتماعية ترجمة نانسي قنقر